تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة مني أنا محمد عوال عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أفكار وأشكال المحتوى عشان أتبقى لكم تشتركوا فيها حلقة اليوم عن عودة أليجري لليوفي ولما نتكلم عن عودة أليجري لليوفي واضح أني اتأخرت بالحلقة أكم من يوم لكن السبب نهائي دوري أبطال أوروبا لما نتكلم عن اليوفي دائما بتعرفوا أنها الحلقة بالتعاون مع صفحة اليوفنتوس في تويتر وإنستغرام اليوم نتكلم عن عودة أليجري لليوفي ولما نتكلم عنها في ثلاث محاول مهمات أولا أنت ليش طلعت عشان ترجع الآن وانت كنت متحقق النجاحات ليش طلعت ثانيا شو مطلوب منه الآن شو المطلوب منه في البدايات وثالثا والأهم من ذلك أنه لمدى متوقعين يضل هالمرة هل حيتحمل خمس سنين ولا لا حندخل بالتفاصيل وكالعادي أثناء مشاهدتكم الحلقة إذا عجبتكم تتركوا لايك وإذا ما عجبتكم كمان تتركوا لايك لأنكم إصحابي حندخل بالتفاصيل الآن على طول ونرجع لعام 2014 أليجري جائلة اليوفي ما كان محبوب أبدا تقريبا 8% من جمهير اليوفي كانت ضده كان في تصويتات بتوتو سبورت ولا جزيتة كل جمهور اليوفي بيقول ما بد نيئة واللي ما بيعرف ليش مش عشان مستوى كمدرب المسألة بتتعلق بهدف منتاري الهدف الملغي اللي عملت عنه أنا قصة جمعة في الماضي بتقدروا تشوفوا قصته وتفاصيله هذا الهدف كان صحيح جدا ميلان ما نحسب له اليوفي رجع بالنتيجة اتعادل واحد واحد بعد ذلك ميلان تعثر اليوفي تصدر جاب الدوري الأول مع كونتي ومن يومها أليجري في كل مؤتمر صحفي تقريبا إلا يدخل منتاري بقصة الموسم ويذكر الناس فيه أثناء هو مدرب ميلان لمستوى أنه لما انقال بعد سنة ونص قالهم حتضحكوا علي لكن والله لو انحسب هدف منتاري ما انقلت اليوم من ميلان هذا الشي خلق عداو بينه من جمهور اليوفي فلما جاء ما أذكر فيه مشجعنا اليوفي كان مبسوط لكن بسم موسم الأول ابهرنا جميعنا سكتنا جميعنا حولنا من رافضين إلى مناصرين لأنه وصل نهاية دوري أبطال أوروبا اللي كان معقد اليوبي لسنوات الرجل بعد ذلك رجع لعب نهاية 2017 هو ب2016 لو لا معجزين بايرام يونيخ ولمسه كانت ناقصة من إيفرا وهدف ملغي صحيح لليوبي كان طلعي جوارديولا وعلى الأغلب كمل للنهاية هذا أليجري اللي ب2018 خسر مع ريال مدريد بمنقصية رونالدو الشهيرة رجع على البرنابي ومنتصر أليجري اللي دائما منحكي عنه وأمره ما حدا غلبه ذهب إياب في دوري أبطال أوروبا شو اللي بيخلي هالمدرب بهذا القيمة ينقال في الموسم الخامس هو بطل دوري ببساطة لأنه في آخر شهرين ثلاثة من ذلك الموسم ظهر الفريق فاقد الحماس فاقد الروح ظهر المدرب مش قادر كثير ينتجم مع المشروع الجديد اللي كان فيه شوية مشروع نجوم مشروع بدهم كرة أحلى وهذا مش أليجري وهنا الفريق صار شوي في الملعب بلا روح وهنا بتحس أنه بعد خمس سنين أليجري ربما تعب ربما أرهق ذهنيا أرهق حتى على مستوى العلاقات مع بعض اللعبين اللي معاه طول هالفترة وبالتالي خف تأثيره فكانت لحظة رحيله لحظة منطقية لكن اللي ما كان منطقي تعويضه ربما مساري هون الآن العودة فاليجري ما تطلع لي سبب تكتيكي لأنه ما فيه جواحة زيه على يوبي تكتيكي من الأيام الليبي ما تطلع بسبب إدارة مباريات لأنه مدرب عظيم في هذه الناحية لكن طلع لأنه فيه فترة حسيناه تعب حسيناه فقط تركيزه وفقط قدرت تأثيره راحه سنتين على الأغلب حتشيل منه هذي نقطة ضعف وترجعه لمعلم التكتيك وبطن الشترنج في اليوفينتوس طير شو جاي يعمل أليجري أول شي جاي يعمل أليجري وأساسه أنه اليوبي يرجع يفوز ويبطل اليوبي لما تكون فيه مباراة مع فريق المركز الأخير نقاط نحضرها مترقبين يا ربي يفوز في الباضي كانت حتى مواجهات الانتر وميلان مع أليجري تكون عارف بينك وبين نفسك هتفوزها فكيف؟ وسط اليوبي خلال موسمين أنك تخاف تلعب مع المركز الأخير مش مع المتصدر لأن المتصدر بطلت تخاف من الموضوع لأنك صور ضامن أنك خسران بالفترة الأخيرة إذن المطلوب من أليجري الأول استعادة العقلية الانتصارية مسألة دور الأبطال أنا فعليا بقدر ما نفسي أشوف اليوبي بيحملها بقدر ما أبدأ أكون منطقي دور الأبطال ما بينجاب بهدف هيك بيجي لوحده ممكن تمشي تمشي بيجي لوحده إيجاب مع تشلسي هيك يعني بيجي لوحده ما بيجي لأنك مهوس فيه لأنك نهوس فيه مبعد عنك هذا هو دور الأبطال دور الأبطال بيجي لوحده بس كمان محتاج يستعيد هيبة اليوفنتس الأوروبية ونبطل نطلع مع مورته وليون والأسماء هذه مع الاحترام إلها فرقة كبيرة لكن من حيث الجودة من حيث الميزانيات أقل من اليوفي بكثير ولازم يبدأ بتوظيف اللاعبين اللي موجودين باليوفي اللي ما قدر لا ساري ولا بيرو يطلع منهم أفضل ما يمكن نتكلم عن أهمية دي لخ كقلب دفاع نتكلم عن أرثر اللاعب اللي في مواقف كثير بيّن أنه موهوب الآن عندك كولوزبسكي عندك كيازة هذول اللاعبين مهمين جدا ولازم يحسب مسألة دي بالا لأنها صارت ومن الغاية ياخي يا يطلع ولو تبديل مع أي لاعب يا يلعب أساسي أما لاعب كل يوم نسمع أكبر بده جدد عقده ومهم وجوهرة وراتبه عالي وما بيلعب لأ فيه مشكلة أما بخصوص كريستيان ورونالدو فأنا أعتقد عودة أليجري سبب من الأسباب حتخلي رونالدو يوافق يجرب موسم أخير مع اليوفي واليوفي حكون متفائل إنه يجرب هذه المرة مع أليجري تاريخ اليوفي بعودة المدربين مش سيئ دائما العودة كانت تبني وعشان هيك بقولكم موعد عودة وخروج أليجري مهم جدا عودته لأنه اليوفي يوصل حالة بلشت مقلقة ميجي تأهل الأبطال فبالتالي ما صار انهيار وقف على الحفة الآن جاء أليجري أهم شي يبني في أليجري فريق للمستقبل يرجع العنصر الإيطالي يجي بشوية لعبين أصغر بالعمر في كافة الخطوط يبني فيهم موسمين ثلاثة أعتقد ذلك وحيطلع ربما موسمين ويرحل زي معودة لبي ما كانت طويلة الأبد في الماضي زي معودة إتراماتوني ما كانت طويلة الأبد في الماضي لكنها كانت عودات بنت هذه عقلية الآن اللي لما يرجعوا منرب عارف كل التفاصيل اللي بيعرفهم الهدف ما بيكون بس الألقاب بيكون تأسيس جيل للمستقبل وهذا اللي أنا بتوقع من اليوفي صراحة إنه يساعد أليجري ببناء جيل للمستقبل ببناء لاعبين للمستقبل بجانب الإنجازات أنا هل أنا معودة أليجري؟ نعم لو ما كان زيدان متوفر بس عودة زيدان كانت بالنسبة لي أولوية مش عودته كان مدرب عودتك لأنه كان لاعب وحيرجعك مدرب لو رجع زيدان كنت حكوم مبسوط أكثر لأنه خلاص بتحس الرجل زابطة معه أوروبا ومخلصنا من الهوس اللي عندنا لكن أليجري عودته بالنسبة لي هي الخيار الثاني الأفضل لليوبي بعد زيدان وصنع نهاية هذه الحلقة بذكركم تتركوا لايك وتشيروا الحلقة مع صحابكم المشاجعون يوفنتوس والسلام عليكم ورحمة الله